حط الزيت على الملح وارتاحه من مشكله نحنا منعاني منا وخاصة بتناجر الاستلس انت بس تعمل الاكل بتلزق الاكل وتحترق الطنجرة من تحت بطريقة كتير حلوة شو بتعمله بتجيب الملح بالاضافه الى الزيت طبعا نحنا منضيفه شوية صغيرة ورح نفرك الطنجرة كتير منيح هون بهايدي الطريقة طبعا هون لننخسلها ولا شو نرجع منطبخ فيها اي طبقه نحنا منا نعملها هون مستحيل تلزق بقلب القاع تمدي هايدي الطريقة وصدقيني ما رح تندمي نهائيا طريقة روعة واعتمديها بقلب بيتك ضع الزيت على الفلفل الاسود وتفشيهن من قلب بيتك وارتاحه من هيدا الموضوع بداية منجيب السخانة منحط فلفل اسود بالاضافه الى الزيت ومنحرقهن كتير منيح تحتى يتقل المزيج مية بالمية شو بتعمل بتسركونه على جنب تحتى يبرده بتجيبه علبة وبتحطيها بقلبه وبتفخوته الراس من فوق بتخافي انت من الفيران او بتخافي يفوته على غزانتك وينتو شو لك التيابك حطيها مطرح ما بيجي الفار وصدقيني اول ما يشم الريحة رح يهرب شايفين كيف بهيدا الطريقة حطينا بهيدا الفنجين او باي علبة بلاستي اول ما يشم الريحة الفار رح يهرب لانه الفلفل الاسود والزيت رح يعطي ريحة كتير قوية والفارة تكره شو رحيت الفلفل الاسود اعتمديها بفكرة كتير حلوة بتعليقة التياب وكلستان بداية شو رح نعمل رح نفوت الكلستان بقلب التعليق بهيدا الطريقة طبعا نحنا هون منحط عليه دواء غسيل او معطرة او اي شي كيف نحنا رح نستخدمها اذا عنا انحنا مطارح ديئة تحت البراد او اي ماكن ديئة مش قادرنا ننظفهم بهيدا الطريقة رح ينضفوا بكل سهولة ورح ينقاموا الاوسيخ هتمدي هيدا الطريقة والطريقة كتير ناشحة وفينا نعملها ورا التلفزيونات وورا البرادات كمان فكرة رائعة للامهات لتسخين الماكاروني بكل سهولة بتعاني بتسخين الماكاروني ابطل طاحة الماكاروني على الطنجرة بطريقة كتير حلوة بتجيب البايركس وبتجيبه صخاني من تحت بهيدا الطريقة شو بتعمل بتفضي ماي بهيدا الشكل وبتحط البايركس فوقه مباشرة وبتحط الماكاروني وراح ندور الغاز هون شو بيصير رح تسخن الماي والبايركس رح يسخن وراح تتسخن الماكاروني بكل سهولة خاصة اذا كنت انت عاملة مع كاروني بباشامل لانه الماكاروني بباشامل نحط لها جبنة يعني بطريقة كتير حلوة رح يسخنوا معانا لكوا كيف كانوا من الجمدين وهلا رح تشوفوا كيف رح يسيروا رخوين اعتمدى هادي الطريقة وكتير حلوة ولايكوا هون كيف بلشوا يسيحوا معانا اذا حبيتيها اكتبي لي تحت بالكومنتات ضعي ما شابك الغسيل ورا مروحتك واليوم رح علمك على طريقة اول مرة بتشوفيها بداية عن من جي ملائط الغسيل طبعا بيهجوا خشب شو رح نعمل رح نديف ميقارب الملعتين من الخال لانه الخال بيعطي ريحة قويه بنفس الوقت بيثبت الريحة رح نديف الكونفيرت او اي مسحوق عندك بتحبي ريحتو رح نخلط الملائط بقل ونتركوا ما يقارب العشر دقايق حتى يمتصوا كل الميات شو رح نعمل رح نعلقوا ورا المروحة بهيد الطريقة هون طول ما المروحة عم تفتل رح تعطينا ريحة بتجنن وطبعا هيو عم تفتل هون شو رح يحمى رح يحمى المطار عنا منجيب شقفة محرميل طبعا بقيين رح نحطن بهيد الطريقة وكمان رح تفح ريحة كتير حلوة اذا حبيتيها بعتيها لغيرك عندك سائل جلي وحبي يضاين عندك مدة طويلة وبتعرفوا بهالغلق صاير يعني كل شي غالي رح علمك على الطريقة ديما نعتمديها بتجيب اي علبة فاضية او كانت اذا عندك انت وحدة قنينة فاضية تبعو تسائل جلي بتضيف عليها نص حمطة بالاضافة الى الملح الملح شو بيعمل بس نضيفها لسائل جلي رح يتقل معانا وراح نضيف ماء سخنة بهيدا الشكل شايفين كيف وهلا انا هون شو رح ديف رح ديف عندي سائل جلي هون رح يعطينا كمية غير شكل ونتيجة رهيبة طبعا انا هون رح اتركه على جنب تحتى يبرد واخر شي رح نسكره طبعا اذا انت حاب تستخدميه لتنظيف البلاط فيك تحط كلوريكس الالوين بقلبه تمدي هدي الطريقة وكتير حلوة اذا حبيتي ابعطيها لغيرك وما تنسي من اللايك والشير والكومنت والاكسبلور بنص حامضة رجعي ضفيرك بلمعه اذا بحال كمان انت نقورتي بتنجين وتدبغوا او عملتي زيتون متل ما بتعفلق رح يجي موسم الزيتون وتدبغوا وضفيرك ما اليك عليك الا بالحامض تفركوهني كتير منيح ورح يعطونا النتيجة خيالية تمدي هيدا الطريقة وليكم اننا نتيجة بتعقدة تمديها اشتركوا في القناة